تطوير التعليم في العالم العربي والتي احتضنتها المملكة برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء جاءت إدراكا من البرلمان العربي للدور المحوري للتعليم باعتباره عماد التقدم في الدول والمجتمعات العربية وأحد أهم أسس الأمن القومي العربي نحو جيل عربي متعلم وواعن بمكانته ومسؤولياته قادر على النهوض بوطنه وأمته أطلق البرلمان العربي وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي جاءت تحمل شعار البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي وقد تم خص البحرين بهذا الشعار انطلاقا مما تشهده من نهضة حضارية شاملة وتقديرا لجهودها ومبادراتها الرائدة في مجال تطوير التعليم في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي جاءت لتؤكد على الأهمية البالغة للدور المحوري للتعليم باعتباره عمادة تقدم في الدول والمجتمعات العربية وأحد أهم أسس الأمن القومي العربي وحجر الأساس لتنشئة جيل عربي واع ومستنير مخلصا لوطنه وواثق في قدراته ويعي مكانة الأمة العربية وقد اختيرت البحرين لكونها أحد أبرز أعمدة التطور في الخدمات والمناهج التعليمية ما أهلها لتحقيق العديد من المنجزات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جهد متميز وعمل جاد قامت به لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالمشاركة مع أصحاب الخبرة من الجهات المعنية بتطوير التعليم في العالم العربي وذلك بهدف إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة في جميع مراحله يستوعب مؤشرات التقدم ويواكب التطورة وثورة المعلومات وأدوات مجتمع المعرفة ويسهم في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والنهضة والرقي للدول العربية ترجمة نانسي قنقر